ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ريسبونس استجابة في حج جزئين تراكو برونكيال تراكو القصبة الهوائية ومعايا البرونكيال والبرونكيال والبرونكيولز لأي مسير خارجي على رأسهم طبعا الضبار ريزولت باروكسيزم الكنستركشن أوف برونكيال ايروي بيحصل دي في الممرات الهوائية البرونكيال الأزمة اسمها الأساسي فورم بتشكل أزمة السامتومس بتاعت البيشن اللي عنده أزمة عندي ثلاثة سامتومس shortness of breath ويزنج تزييق في الصدر chest tight بيحس ان الصدر مقفول cough غالبا بتكون at night or early in the morning الدياجنوزس بشخص الزين من خلال السامتومس الثلاثة اللي احنا لسه قيلانهم بريزنج تست وبعمل بلد تست بشوف أي ميكرو أرجنزم بيخش الجسم بتاعي بيطلع حاجة اسمها انتجين الجسم نفسه بيطلع انتبودي فانا عندي في حالات روسبيراتوري الجسم بيطلع الانتبودي اللي هو اي جي اي الاي جي اي دوا بيبتدي يخرج فانا عشان كده بعمل التست ويبتدي لقيه طليع لي في البلود الانتبودي يحصل ممكن يحدث لو انا ما اجتهاش بالمونري اديما بالمونري امفكشن كرونيك برونكايتس انفيزيما ريسبيراتوري فيليور لغاية ما يؤدي الى ريسبيراتوري فيليور طب اي نورسين كير اللي انا ممكن اعمله بالنسبة للبيشن اللي عمده الازمة اسكالت بريز هبتدي اسمع البيز اساس ايروي بطن بشوف ال ايروي الممرات الهوائية افضل بوزيشن بينان في البيشن اللي هو عمده اي مشاكل فرس بيراتوري او في الهورت اللي هو السيمي فاولر وبعمل تشينج البوزيشن افري 2 اوهر انكارش طبعا زي ما احنا لسنا متعلمين اللي هو ديب بريزنج انكافينج اكسرسيز كل المسيرات بالنسبة للناس اللي عندها ازمة هبتدي اعرفهم وابتدي ابعتهم اولهم زي ما احنا قلنا الدست فيه نوع من الفودز ممكن يبتدي يعمل الاليرجي فيه عندنا من ضمن الحاجة اللي ممكن تبتدي تعمل الاليرجي انواع من المدكيشن فانا هبتدي اشوف الكوزز بتاعت الازمة ممكن نعمل بيركوشن ممكن نعمل بيركوشن وابتدي اخبط معها انا بحط ايدي على ظهر البيشن وببتدي ببدأ من تحت الفوق ان انا اعمل البيبريشن واعمل البركوشن وده الوقت اللي هو بيبتدي فيه بيكون فيه السيكريشن ممكن نوصل بقى المرحلة ان انا احط قاعد البيشن او ادينه نيبولايزر ونيبولايزر ده كل المدكيشن اللي عليه ما هي الا بتعمل فوزوليليتر لكل البلمانري اللي انا ممكن اعمله وانترح اتابع انفكشن انفكشن بعرف من البلغة من اللي نازل يا اما كولر يبتدي بقى سميك عندي تايتنس البيشن بيبتدي يشتكي ان صدره معفول فاتيج كوفينج وفيفر درجة الحراب تزيد الشيلز اللي هي الرعشة وممكن كمان لو عملت درجة بتاعته عالية الديزيز الثاني اللي هو نيمونيا النيمونيا عبارة عن acute inflammation of the lung انه جزء في اللونج اسمه بارنشيما جزء البارنشيما ده بيكون ديلايد او غلص جدا ان انا بالنسبالي لان انا الميكروب هنا انيروبك فبيبقى صعب جدا ان الميكروب يبتدي يخرج منه caused by microbical organism الاتيولوجي بتاع النيمونيا عندي ايما اتيولوجي وفي نفس الاتيولوجي هم 4 types فيه community acquired مقتسبة من المجتمع hospital acquired مقتسبة من المستشفى وده related لثلاث حاجات ياما فيروس ياما بكتيريا ياما فانجاي فيه hypostatic pneumonia وفيه Aspiration pneumonia ايه Aspiration pneumonia پيشم راكب نيزو جاسترك تيوب وابتدى الاكل يدخل في ال respiratory ممكن يبتدي بقى يعمل لي اللي هي Aspiration pneumonia ان هو بلع حاجة ومش قادر يخرجها فيه من ضمن complication patient اللي هو عندي قبل العمليات بعمله اني بيقون هو المفروض يكون صايم لو هو العيان واكل او فيه اي مشكلة ممكن الاكل نفسه مع التخدير يبتدي يخش لي جوا الجهاز الترفاسي ويبتدي يعملي بقى Aspiration pneumonia الPredisposing factors من ضمنهم الاجينج العمر ودوا بالنسبالي بخاف من جهاز المناعة Air pollution اللي هو تلوث الهوى altered consciousness اللي هو فاقد الوع ممكن بقى يبتدي يدخل لي زي ما احنا قلنا الميكروب ويعملي Aspiration pneumonia عندي Petrust prolonged immobility قاعد فترة طويلة في السرير ما بيتحركش chronic disease الأمراض المزمنة ابر respiratory tract عدوة في الجهاز الترفوس العلوي وفجأة نزلت للجهاز الترفوسي السوفلي قابلا معلك من ضمن Predisposing factors عندنا Human Immune Deficiency Disease اللي هي أمراض نقص المناعة عندنا Immune Suppression علاج بيصبط المناعة على أساس ان هو من ضمن الحاجة ان هو بيبتدي يعمل pneumonia نيومونية أو side effector ان هو بيعمل نيومونية ان هو شم حاجة فيها أطربة زي Dost زي ما احنا قلنا من خلال Nezogastric tube من خلال أنبوبة المعدة عندنا من نيوترشن سوء التغذية وده بخاف منه ان هو من ضمن الحاجات اللي هي بتسبب بالنيومونية المنفستيشن ايه الأعراض اللي يدبان على العيان fever درجة الحراب الزيت chills رعشة chest pain بيحس بالقلم كاف بتكون dry في حالات الفيرول نيومونية وزي ما احنا قلنا من شوية ان عندي إما فيرول إما بكتيريا إما فانجوي disney difficulty embracing hypoxia الأكسجن بيبتدي قل إما بيحصل tachycardia الكمplication لو انا ما عليكتش النيومونية عندنا long abscess ده ممكن تبتدي تعمل abscess infizema تجمع هوا meningitis ممكن تعمل التهاب صحائي respiratory failure وممكن تعمل pulmonary edema nursing management هعمل health promotion من خلال انا طبعا كل شغلي في النيومونية او كل امراض respiratory كله health teaching اكتر من هو nursing care practice good health habits العادات السليمة اللي هو lifestyle modification ابتدي اعلم الpatient ان هو stop smoking يوقف التدخين بروبردايت حدي اكل هي نوعية من الاكل ان احنا من اديها في كل disease او healthy healthy food اللي هي عمدي اسمها anti-oxidant مضادات للأكسدا hygiene النظافة adequate rest regular exercise لو الاعراض زادت عن more than seven days يبقى المفروض ياخد medical care ياخد العلاج الطبي فيه طبعا فاكسين اللي هو لانفلونزا والنيمو كوكل nursing assessment بشوف past history بشوف surgery or other treatment اعمال عملية التخدير اخد treatment قبل كده monitor respirator رح تابع respirator وشوف oxygen status من خلال بعمل حاجة اسمها ابي جين اشوف نسبة ساني اكسيد الكربون نسبة الاكسجين الفيفر restlessness lesergy كسلان عنده تاكبنية هبتدي بردك من ضمن nursing assessment ان انا اشوف asymmetric chest asymmetric chest اشوف الموفمانت بتاعت الشست واقسم كده الجسم بتاعي خط وهمي كده نصين وابتدي اقارن بين الرئة اليمين والشمال بالنسبة لي بالنسبة للبيشن عندنا crackles احس ان انا وانا بسمع 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 كإني بالضبط صوت كاركرا في lung عندي من ضمن الحاجة ان هي dull on percussion دل اللي هو صوت مجوف ان انا بسمع الصوت تاني في ال percussion ان الدكتور بيحط صبع ويبتدي الصبع التاني يطرق به ودوا بالنسبة لي اللي هو ال procedure اللي احنا واخدينه اللي هو ال percussion change mental status طبعا نتيجة قلة الاكسجين بيبتدي اثر على mental status slow deep breathing ياخد nursing management ياخد slow deep breathing اللي احنا قلناها الكوفينج أو breathing exercise انيشيت حبتدي معاة supplement oxygen نرد الاكسجين administrate medication حدي كمان remove secretion حتى من خلال لوانة remove secretion ياما بال percussion ياما بقى حبتدي علم العيان breathing coffee exercise في الكاسز اللي هي severe cases ممكن ابتدي اعمل section regulate fluid intake حبتدي انظام fluid position وضع patient manage pain حبتدي اشوف ايه البن خلصت كده بالنسبة لي البرانجية الازمة خلصت النيمونيا حبدأ جوز بروسيجور بتاعي اللي هو chest tube انبوبة الصدر ايه الغرض من انبوبة الصدر او اسمها pleural drainage to remove air and fluids from the pleural space بشيل ياما اير هوا ياما فلاود السواية من pleural space and to restore normal inter pleural pressure برجع تاني عشان يحصل long can re-expand تتمدد اللونج بس بلها مسافة عشان تتمدد ايه اللونج البروسيجور اللي هو chest tube بيكون الفلاود كان اكيموليت بتتجمع انزا pleural space الاسباب اللي هي بتخلي الفلاود تتجمع في pleural space pleural effusion في حالات الاورام في حالات heart failure تجمع اما في حالات long abs or pneumonia chest tube can be inserted in بده اركبها فين الاماكن اللي انا ممكن اركبها فيها ممكن اركبها في حالات emergency department في الطوارئ ممكن patient besides جنب المريض ممكن operating room ممكن ابتدي اعملها وكده كده بعمل incision nursing management اللي بعمله للشاستي تيوب manage the pain milking milking دي بالعربي كده بنقول ان احنا ايه بنبتدي نطلق نطلع منها الافرازات او نبتدي نخرج منها الافرازات لو هي clots جلطات من الجماعة ان هنا ايه حبتدي اخرجها climbing of chest tube حقفلها بالكلام لو patient حبتدي احرقه من مكان لمكان chest tube removal test قبل ما ابتدي اشيلها بابتدي اعمل test للpatient اقفلها وابتدي اخليه ياخد نفس واشوفه بيقدر ياخد النفس ويقدر يتمدد lung ولا او قبل ما اشيلها طبعا بعمل x-ray keep all tubing loosely below chest level طبعا كل tube نفسها المفروض تكون اقل من مستوى a chest عشان انا ماشي بالgravity keep all connection tight كل connection المفروض تكون ايه مقفولة observe bubbling اللي عندي في الجار اللي هو الموجود على الأرض المفروض بيكون في bubbling of air لو هو بيبتدي اخرج الهواء monitor هتابع الpatient ان انا هبتدي اشوف الفايتال ساينس الاسكالتيشن لل lung observe chest tool documental pain واساس manifestation of reaccumulation of reaccumulation تجمع of air and fluid لما اجعمل حبتدي في nursing management mark the time of measurement هشوف الوقت اللي انا بقس فيه وباشوف الفلاود level drainage bottle keep the water sealed as appropriate water دايما مغير المية اللي هي موجودة فيها بنفس الوقت بحثت بكمية المية هوا اصلا الشار مدرج فالكمية الزيادة هي دي اللي بتخرج من البيشن ياما كمية زيادة ياما هوا ياما عندي كمية زيادة او الهوا لونها مثلا لو كمية السائل اللي نازل بتتغير يبقى حسم السكرشن اللي هي موجودة بعد كده بعمل assessment و change dressing طبعا مكان ال open اللي انا بحط فيها tube اللي هي chest tube بعمل dressing بالنسبة لل patient to prevent the infection اخد ديزيز بقى بالنسبة لي بالنسبة لل respiratory من اول ديزيز فيهم اللي هو pleural effusion pleural effusion اللي هو space line between the long and chest tool normally contain بيحتوي على طبيعي very thin layer of fluid طبقة بسيطة خالص من الفلاوت it is not a disease بس انها مش disease but rather sign of serious disease لما يحصل accumulation of fluid cause the pi A اللي هي pleural effusion لما الفلاوت بتبتدي تزيد فلاوت moment out of the capillary and into the pleural space ممكن تبتدي تخرج من ال capillary وتروح لل pleural space increased hydrostatic pressure في حالات heart failure عندي في حالات chronic liver disease وفي حالات renal disease result from secondary tumor pulmonary infection في حالات embolization في حالات GIT أو في حالات or perforation طب ايه كلاني كلمة المفستيشن اللي بيباني على البيشن اللي هو عنده pleural effusion progressive destiny difficult impreasing tough عندي من ضمن الحاجة dullness to percussion fever وخصوصا night sweet بيعرق بالليل weight loss دول اللي أنا هبتدي أشوفهم على البيشن الدزيزة اللي بعدها هتكلم على البلمونري ايديمة abnormal accumulation of blood بس هنا المكان بقى فيه في الالفيولاي and interstitial space of the lung في المسافة بين الخلايا بتاعت lung which considered medical emergency ودي بتكون بالنسبة للبيشن حالي التوارد في البلمونري امبوليزم ايتيزة lockage of pulmonary artery كمان البلمونري artery بيحصل فيها lockage أو pluck by thrombus عبارة عن جلطات أو بتتصدب جلطات الجلطات دي يئمة fat يئمة air بالنسبة للامبوليزم ecosis نتيجة thrombi in deep vein of the leg هي إما السبب ان هي جلطة في الرجل وبتبتجي تتحرك وتروح للنج right side of the heart congestive heart failure اللي هي في الright side pelvic vein في حالات re-expansion بالمنري ايديمة في حالات malignancy of lymph nodes أنا رب solved أمود إنهم مرود جيلة hundreds ترجمة نانسي قنقر